نفترض أنه لدينا عشرة علب في كل علبة يوجد عشر كرات وكل كرة تزين عشر غرامات جميع الكرات متشابهة ولا يمكن التمييز بينها باستخدام الحواس إلا أن أحد هذه العلب تضم كرات تزين كل منها تسع غرامات فقط والمطلوب مينك تحديد طريقة عملية يتم فيها استغلال الميزان مرة واحدة فقط من أجل تعرف على العلبة المغشوشة